بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله ما حلقة متجددة من برنامج للشدائد قصة وقصتنا اليوم حول منطقة مباركة ذكرها الله جل وعلا في كتابه وحض على فضلها وزيارتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته نتكلم اليوم عن القدس الشريف الأقصى المبارك ذلكم المكان المبارك الذي ذكر الله جل وعلا قصته في سورة الإسراء يوم قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى الأقصى القدس ذلك المكان المبارك ذلك المكان الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح ذلك المكان الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قبل الهجرة وعرج منه إلى السماوات العلا المسجد الأقصى الذي يتعلق به قلب كل مؤمن يثلو كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم نتكلم عن هذا الأقصى وعن القدس الشريف المبارك الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيها البركة وفيها الأجر وفيها القدسية وفيها التشريف المسجد الحرام ومسجدي هذا أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسجد الأقصى المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة منورة الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه المسجد مسجد الأقصى الصلاة فيه في رواية وفيها كلام بخمسمائة صلاة وفي رواية بمائتين وخمسين صلاة الخلاصة أن الصلاوات تضاعف في هذه البقاء الثلاث المسجد الحرام المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحرامان والثالث المسجد الأقصى هو ثالث المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها نتكلم اليوم عن الشدائد التي مرت بالمسجد الأقصى فإن قدر الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام وعلى المسلمين في تاريخهم الطويل قدرهم أن يمر هذا القدس الشريف وما حول المسجد الأقصى أن يمر بشدائد كبرى بداية من الشدائد التي كانت في بداية عهد الخلفاء الراشدين يوم فتح هذا المسجد الأقصى سلما وصلحا واستلمه الخليفة الراشد عمر بن خطاب رضي الله عنه مرورا بما جاء فيه من شدائد نذكرها بإذن الله وشيئا منها بعد هذا الفاصل اليسير بتيسير الله القدر هياكم الله مرة أخرى مع هذه الشدائد التي مرت بالمسجد الأقصى لا سيما بعد الخلافة العباسية وكيف تنازعته مجموعة من الممالك إلى أن جاءت الشد الكبرى التي مرت بالمسجد الأقصى جراء الحملات الصليبية الظالمة الغاشمة التي استهدفت بلاد المسلمين واستهدفت دماء المسلمين تلك الحملات التي كان أول حملة فيها كما تذكر كتب التاريخ كانت في القرن الحادي عشر ميلادي الموافق للقرن الخامس الهجري في سنة أربعمائة واثنين وتسعين للهجرة في سنة ألف وتسعة وتسعين للميلاد كانت تلك السنة مؤلمة ومن أشد السنوات على أهل المسجد الأقصى وعلى المسلمين في القدس الشريف يوم تحركت الحملة الصليبية الأولى التي كانت مؤلفة من سبعين ألف مقاتل كانت هذه الحملة الصليبية التي يذكر عنها المؤرخون النصارى وليس المسلمين اذكرون أن تلك الحملة كان فيها أحط طبقات المجتمع وأجهلهم من الصليبين سبعين ألف من الغوغاء من الذين لا يعرفون قيمة للحضارة ولا للإنسانية وجاءت هذه الحملة فحاصرت أنطاكيا وتمكنوا من الاستيلاء عليها وقتلوا الرجال والنساء والصبيان قتلوا المسلمين وغير المسلمين في مشهد بشع ثم بعد ذلك انتقلوا إلى القدس كما يذكر المؤرخ المشهور صاحب كتاب حضارة العرب المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون قال كلاما حتى ننقل الكلام من مصادر الصليبيين أنفسهم مصادر النصارى ليست من مصادر المسلمين وانظروا إلى ما ذكر عن كلامه في حملة الحملة الصليبية الأولى يقول فانطلق الصليبيون في شوارع المدينة وإلى الدور وإلى المساجد يقتلون كل من يصادفهم حملة بربرية بشعة قامت بها تلك الطبقات المنحطة في الحملة الصليبية الأولى يقول واستمرت تلك الجرائم طوال الليل ولم يكن علم القائد الصليبي لتلك الحملة تانكرد يقول لم تكن ولم يكن ذلك العلم في ذلك المشهد عاصما للاجئين من القتل فقد لجأ مجموعة كبيرة إلى المسجد الأقصى كانوا يظنون أنهم سيحمون لكن وللأسف استحر القتل وقتل في الحملة الصليبية سبعون ألف قتيل بالله عليكم هل هذه وهذا احترام لهذه المكان المقدس وهذا المكان المبارك في حلقة قادمة نستمر في ذكر هذه الشدة إلى ذلك ونحن سدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة